ريادة الأعمال الموجه للشباب من تونس وليبيا الملتقى هذية بشي تم تنظيمه في ليبيا بش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل معظيفنا بسام بن خليفة رئيس منظمة بداية لرواد الأعمال مرحبا بيك مرحبا بيك شكرا على الاستضافة بيار مرحبا بيك دونك اقبل ما نحكيه على الملتقى هذية بسام بن خليفة هذية كان نتعرفه شوية على منظمة بداية لرواد الأعمال شنوها دورها وشنوها تعمل بالضابط وين بالضابط المجال متع تدخل امتاحها ابو في البداية شكرا لكم على الاستضافة وتحت الفرصة لنا كمنظمة بش نزيد ونعرفه دونك ببداية لرواد الأعمال وكيف كيف نحكيه على الملتقى اللي هو بشيكون الملتقى الأول السنوي لبداية في بنغازي في ليبيا وتونحكيه عليش اخترنا بنغازي بالذيت كستارتاب كمجال يعني واسع في تونس صحيح عنده مجالات تدخل كبيرة لكن عنده خصوصيات نحكيه عليها ببداية هي عمرها عام ببيا يعني ما زالت في الخطوات الأولى متاحها لكن في الخطوات الأولى كنا عندنا استراتيجية واضحة في العمل على مجموعة من الولايات في تونس اللي هي خاصة ولايات الجنوب يعني ولايات الجنوب الغربي والشرقي لنظرة أخرى كما كان الشعار متاعنا على ريادة الأعمال من نظرة أخرى يعني معنا عندنا فيزيوم في عملنا كمنظمة تخص رواد الأعمال اللي هي تقرب شوية للناس في الجنوب خاصة لثقافة المبادرة ثقافة ريادة الأعمال والشراكة فعلا مع الجانب الليبي اللي هو نعتبروه سوق كبيرة لرواد الأعمال لأنه في تونس تقريبا كاني مشغلت المرشي صغير شوية ما يخليش يعني المجال أوسع لأصحاب الشركات الصغرى مش الشركات الكبرى خاصة نسترتاب مازال كيبادي فمجال العمل اللي متاعه في تونس يكون عادة ضيق ما عندوش برشة خدمة فنحن حبينا من خلال المنظمة متاعنا اللي هي عندها ترخيص عمل في ليبيا من قبل مفوضية سامية مفوضية المجتمع المدني في ليبيا ووزارة خارجية الليبية المنظمة الوحيدة العربية والتونسية تشتغل في مجال ريادة الأعمال في ليبيا بصفة قانونية هي زادة كيف متحصل على ترخيصها القانوني في تونس عندنا مجموعة من الخبراء في المنظمة ليشتغلوا على مجال الإحاطة والتكوين والدعم وتسهيل موارد التمويل للشباب الراغب في إحداث وبعث مشاريع فالآن نحن نشتغل خاصة على ومقصود أن نتكلم يعني بالعربية لأنه عندنا أخيانا في ليبيا يسمعوا فينا فمعناها اشتغلنا أساسا على الشركاء الليبيين لإتاحة كما قلت لك الفرصة للشباب التونسي والشركات الصغرى التونسية أنها تعمل يعني شركات واتفاقيات مع الجانب الليبي ونجحنا وفقنا في هذا يعني فعليا من خلال تنظيم الملتقى ومن خلال شركائنا في ليبيا اللي هي يعني المصارف كلها البنوك يعني تقريبا الكل والسنديق الإنماء والسنديق الاقتصادية والجهات الحكومية خاصة منها يعني هيئة تشجيع الاستثمار في ليبيا سي جامل لموشي ترأسها وهي مشكورة على تبني تظاهر هذه مع الغرفة الاقتصادية والتجارية في بنغازي وأيضا بلدية بنغازي ومصرف البنك المركزي الليبي بسين بخليفة رئيس منظمة بداية لرواد الأعمال بش نواصلوا في الإطار هذي نهار 18 و 19 جوان 2022 دونك مش يكون موعد الملتقى السنوية لريادة الأعمال وبش يصير في بنغازي اعطيني الهدف واقولي الهدف من الملتقى هذي وخليني نرجع للملاحظة الأولى متاعك علش بنغازي عادة نحن في تونس معناها لخيانة وينسا في المنظمات منظمة العراف ولا كونكت ولا غيره عادة يعني النظم منتقيات قريبة لهنا في ترابلس لأنه يعتقدوا من مجهة نظر انتحهم أنها هي أقرب وأقرب للجنوب التونسي وأقرب للتونس وساعة طيران وغيره لكن ليبيا ليش كان ترابلس ليبيا يعني فيها الشرق فيها الجنوب وفي شرق ليبيا يعني مجالات العمل كبرى والملتقيات بطريقة تونس يعني نسبة نعطيه نسبة نلقاو نسبة 10-15% من تنظيم تظاهرات في بنغازي فنحن حبينا الشباب يعني اللي هو مهتم في بنغازي من رواد الأعمال خطر عندهم يعني شباب في الجامعات وشباب يعني نقصد في ريال العمال وحبينا الشركات المتواجدة غادي والغرف في الغرفة التجارة اللي هي بيش توفرنا يعني مجموعة من الشركات بيش تعمل بيتو بي مع الستارتاب التونس يكون يعني فرصة أخرى أوسع نطاق ومجال من من ترابلس يعني كل شي تركز على ترابلس كل ملتقيات كان فما ملتقيات أخير في ترابلس كل ملتقيات تركزت على ترابلس صحيح مهم لكن ما ننكروش أيضا أنه في شرق ليبيا فما مجالات عمل أوسع وأكبر خاصة للشركات التونسية أو للشباب في ريادة الأعمال أنا نذكر أنه الملتقيات خاصة بنسبة 90% لريادة الأعمال يعني للشركات كما قلنا الصغرى لرواد الأعمال ما زالوا مبتدئين في مجالات عملهم لأنه نتصور أنه فرصة كبيرة بشتتوحلهم في إطار اتفاقيات مشتركة مع الجانب مع الجانب الليبي خاصة لو تسمح لي بغيار أنه شهر سبتمبر بش يكون يعني هذه مصافحة أولى وشهر سبتمبر بش يكون الجانب الليبي ضيف عندنا في تونس لإتمام كل الاتفاقيات التي تم برمجتها في الملتقى خاصة البرتنير متاعنا يعني شركائنا التوينسا اللي هي أتيك وليجيا فاس والجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية يعني بش يكون وصندوق الوداع والأمانات بش نحب ونبني ويعني شركات الدولة في الدولة ما بين منظمات في بعضها ما بين مؤسسات الدولة في بعضها بش يكون عندنا الإطار القانوني للعمل لأنه تعرف يعني دائما المشكل في الفلوس يعني في التمويل وفي غيره فخلقنا نحن نحاول ونخلقه فان يعني صندوق استثماري للشركات التونسية والليبية زوز ما بعضهم بس يا بخليفة عدد المشاركين كستوى من تونس وإلا من ليبيا قدش بش يكون تقريبا نحن حللنا على استمارة التشجيل في تونس تقريبا إلى حدود اللحظة اللي جيتك فيها فما مئتين معبرين على الرغبة المشاركة مئتين شاب وشابة معبرين على الرغبة المشاركة لكن موش هذا العدد بش يكون نحن بش نعملوا عدد تقريبا في حدود خمسين زايد مئة وخمسين يعني خمسين من الجانب وستين من الجانب التونسي والأكثر عدد هو مئة وخمسين رائد أعمال من جانب الليبي إضافة للمؤسسات اللي بيش تكون حاضرة رواد الأعمال هذوما اللي بيش يشاركوا بيش يكونوا يخدموا في كل المجالات والقطاعات وإلا فما قطاعات معينة كل المجالات تقريبا أهمها يعني الجانب التطبيقات في مجال الفلاحي في مجال الري التطبيقات في مجال الإعلامية في مجال السلامة المعلوماتية التطبيقات اللي عاملينها في تونس اللي هي تنجم طاعة الإضافة في المرشي في السوق الليبية ومن الجانب الليبي يعني كيف كيف يعني اللي هما مهتمين به أنه مهتمين بمجموعة من الستارتاب والريات الأعمال اللي بيش تونسة اللي يحاولوا يكونوا في تشبيك علاقات مباشرة مع شركات أخرى أو رواد أعمال أخرين في ليبيا بسين بخليفة يمكن عام من اللي اتخلقت منظمة بداية لرواد الأعمال وفهمت إنكم تاخد مبارشة بشاركة مع الجارة ليبيا اليوم كيفاش نجم توصف مناخ الأعمال بين تونس وليبيا وهل فما بعض أتحسن على الأقل في الأشهر الأخيرة هذه بعد ما صارت النوع من مستغنسيو ما بين نزوز بلدان خاصة على مستوى المبادلات التجارية هو تاريخيا معناها وأنا من الجنوب نعرف طبيعة طبيعة العمل ما بين تونس وليبيا من السابق على الأقل في المبادلات التجارية هي سوق كبير معناها الأجدر والأصلح لتونس أنها تركز مئة في المئة على الجانب الليبي لأنها في كل المجالات وفي كل الاختصاصات نجم ونعملوا خدمة كبيرة مع الجانب الليبي شاهدت ركود في فترة أخيرة لأسباب لكلنا نعرفوها لكن حاليا رجعت الأمور تتحسن بشوي بشوي غير أنه في بعض الملاحظات اللوجستية خاصة على معبر رأس جدير اللي هو معناها مهم جدا أنه يتم تحسينه أو يتم تسهيل المبادلات التجارية ثانيا ما عندناش أنا في رأيي استراتيجية واضحة للعمل مع الجانب الليبي هكذا لماذا أنا من خلال الإذاعة اليوم في شمس فهم نحب نقول أنه لا ننصيو يعني كتاب لتكون مشرف عليه يعني شركائنا في ليبيا وشركائنا في تونس كتاب متاع استثمار حتى يكون يعني يرسم على الأقل الخطوط العريضة لنجم نشتغلوا فيها مع الجانب الليبي إضافة للاتفاقيات الأقديمة هي موجودة فقط يتم تفعيلها ونستناه نحن يعني أنه يكون فهم مبادرات كبيرة على المستوى الاقتصادي خاصة أنه جانب الليبي أنا بحكم تجربتي البسيطة يعني مع الجانب الليبي أنهم يعني مديني ديهم لكل مجالات التعامل وتعاون مع الجانب التونسي ونحن عندنا من الخبرات ما يكفي وعندنا من الناس اللي تنجم تخدم مع الجانب الليبي بكل المجالات المجالات الصناعية المجالات المعرفية خاصة في السفورفير يعني نجم نفيدوا برش ونستفيدوا برش بس ابن خليفة أما بعد بعد الملتقاء السنوية لريادة الأعمال الموجهة للشباب من تونس وليبي نذكروا بشيكون نهار 18 و 19 جوان 2022 شنوها برمجكم القادمة أنتوما كمنظمة أنا نحب نقول لك بعض الملتقاء هذية أنه لأول مرة تقريبا منعرش أنا كان غال تصلاحلي أحنا اللي بش يمشي من الستارتاب ولا بش يمشي معنا في المشاركة هذية في الملتقاء هذية مناش على حد أنه يمشي ويروح مناش ماشين ماشين نحبوش يعني نمش في يعني ونعرش معناها ونعرش معناها امش وارجع ومش هذا الغاية والهدف الغاية أنه خلق سوق ما يكونش بدرجة سهلة يعني خلق السوق يزم متابعة واللي بش يمشي معنا ويشارك يزمنا نعمل متابعة وتشبيك علاقات يكون تشبيك علاقات فعلي مع الأطراف اللي هي غادي اخدم معهم هذا فيما يخص الملتقاء أنه إحاطة ومتابعة بعض الملتقاء للناس اللي شاركت في الملتقاء من الجانب التونسي أما فيما يخص منظمة منظمة بداية أنه بش يكون عندنا مجالات عمل على إحاطة وتكوين الشباب اللي هما بش يكونوا خاصة في ولايات الجنوب تقريبا نشتغل على ثمانية ولايات منها قفصة قابس سيدي بوزيد قبل لي توزر تطوين مدنين صفاقص ولايات هذو ما نشتغل عليهم ياسر لأنه مجال ريادة الأعمال ما زال ما يتخدم فيه في ولايات الجنوب ناقص برشة ثقافة إنشاء وترسيخ مشروع ما زالت ناقص ياسر يحكي وياسر في تونس على المرأة والمرأة والمرأة الريفية أنا نقول لك اللي فما مرأة ريفية في أرياف في ولايات الجنوب ما دخل لها حتى حد ونحن بش نحاول من خلال شركائنا من شركائنا وبيان من شركائنا في تونس بش نحاول ندخلو لهم وبش نحاول يعني نعمل موبيليزازيون على الأقل على مستوى الأرياف وبيان مناطق اللي ما زالت ما تمستش ما زالت ممشا لها حد إضافة زادة كيف كيف عندنا برنامج ريادة العمال لوليدات الصغار في مدارس يعني أكد لك اللي هي مدارس ومعناها باتفاق مع وزارة طربية طبعا لها مدارس في مناطق قاحلة يعني الانتربرنيريا ما هيش في النزل هنا أنا حسب رأي وما هيش في العاصمة بركة في تونس العاصمة ريادة العمال تنجم تكون على مستوى تونس الجمهورية كل ولكن هكو عندنا تقطوعات كل واحد يشتغل من مجاله ما في الأخر بكل كل واحد عنده أهداف أهداف لحبي حققها فإنا هذا الهدف مع مع الأعضاء ومعنا المكتب التنفيذي متاع المنظمة هذي الأهداف اللي رسمناها من الأول أنه يكون عندنا يعني يد وصلين بها لكل مناطق خاصة في الجنوب ولما لا تحريك المناخ الاقتصادي وتشبيك العلاقات كما قلت لكم من الأول ما بين الناس هذوم اللي حبوا عندهم إبداع شباب تونسي عنده إبداع شباب تونسي مبدع فقط يتوفر له مناخ قانوني ومناخ سياسي مهم ويعني ينجم يشتغل فيه فينجم يحقق برشة حاجات شباب تونسي اليوم عن في العالم مجمو نحكيه عليهم شكرا لك برسام بن خليفة رئيس منظمة بداية لرواد الأعمال بالتوفيق لك ولكل الفريق منظمة بداية لرواد الأعمال وكل الشباب اللي بشيكونوا حاضرين بن غازي في الملتقى السنوي لريادة الأعمال المواجهة لشباب من تونس وليبيا شكرا لك على الحضور شكرا لكم على الاستضافة وهذا مش غريب على شمس فهم انه تيح فرصة لنا بش نحكيه على المبادرات كما هذه نشكر بش ما ننسى حد كل شركائنا يعني في تونس وكل شركائنا في ليبيا خاصة لمتبني التظاهرة ورعي التظاهرة هو المصرف التجاري في ليبيا والغرفة التجارية وبلدية بغازي شكرا لهم وشكرا لكل شركائنا في ليبيا شكرا لك بسان بخليفة خليكم معنا في الاستماع بعد لحظات نستقبل